نتطمن على كل الناس يعني يمكن في هذا التقس البارد جداً اللي بتشهده مصر بشكل عام وتغير المناخ اللي في العالم كله بنلاقي طبعاً هذه البرودة والأماكن كتيرة في العالم تغير فيها المناخ بتخلينا كلنا لازم نتطمن على بعض وناخد بالنا في إجراءات احترازية شديدة لأنه أحياناً دور البرد الناس ما بقتش تعرف دور البرد من الأميكرون من الكورونا من كل الحاجات دي فالأأمن إجراءات احترازية أن احنا يعني نرجع تاني للكمامة ناخد بالنا ونعلي المناعة ونأكل الخضروات ونأكل الأشياء المفيدة قد ما نقدر نتحرك كمان قد ما نقدر ونعمل إذا قدرنا نعمل رياضة ده أحسن ما قدرناش نحاول ناخد الحاجات اللي ممكن تساعد مناعتنا الحمد لله إحنا في فصل الشتاء ومصر بلد اللي بتصدر الموالح فأحلى موالح عندنا نتكلم بقى على البرتقان والاستفندي كمان عندك الجوافة والفراولة موجودة كل دول فيهم فيتامين سي ويقدر يعلي المناعة بشكل كبير خاصة عند الأطفال قبل ما أبدأ طبعاً يعني خليني برضو أتمنى الشفاء لزميلي العزيز يوسف إن شاء الله يعود سريعاً لتقديم برنامج التسع ترجمة نانسي قنقر